مرحباً بالقادة والمهتمين بأبحاث القيادة مع دكتورة غادة العنقاوي حيث تقدم لكم أبعاد القيادة المتعددة للمنظمات وفرق العمل وتلتقي بكم كل أسبوع في لقاء شيق لطرح مفاهيم حديثة تثري رحلتكم القيادية مستمعين الكرامين ما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله في حلقة جديدة من بودكاست القيادة مع الدكتورة غادة طلال العنقاوي المتخصصة في مجالي القيادة والتعليم حيث الله دكتور غادة أهلاً وسهلاً عبدالعزيز أهلا وسهلاً فيك دكتور غادة تحدثنا في الحلقة السابقة عن التحرر وكذلك تحدثنا عن التبصر كمرحلتين من مراحل القيادة الذاتية ما هي المرحلة الثالثة؟ المرحلة الثالثة هي مرحلة التحرك عندما نتحرك بلا تبصر نكون مسيرين في كل الوقت ولسنا مخيرين بمعنى ينسحب البساط من تحت رجليك بمعنى تمشي بغرائزك الحيوانية للبقاء الأكل النوم التكاثر ثم بأهداف غيرك من حولك من أسرتك واحتياجاتهم ومتطلبات الوظيفة والمجتمع والواجبات التي أفرضها عليك غيرك فتصبح آلة لتحقيق غايات الآخرين وجزء من مكملات حياتهم مثلاً تستيقظ صباحاً على السيارة وهي لا تعمل والزوجة تطلب منك أغراض المنزل والمدرسة تتصل لأن الطالب لم يحضر متطلبات مادة الرسم والعمل تأخرت عليه فأنت مخصوم من راتبك ذلك اليوم وسنك يؤلمك وألغيت محاضرة أو ألغيت محاضرة دعاك لها صديق حريص عليك لأنه ما عندك وقت للتعلم وفي نهاية اليوم تستجيب بدعوة عشاء من شخص لا تعرفه أو بالكاد تعرفه وتخرج من هذه العزومة مسرع إلى زيارة ولدك المريض اللي اتصل عليك أمس وقال لك أنا مريض أخذ أخوك المستشفى بدل منك وفي الأخير تنام مرهق لا تدري ماذا أكلت ولا مساحة للرياضة ولا الألاقات ولا حياتك مسيرة بين الأزمات وبين متطلبات الآخرين فالتحرك لا يكون إلا بتبصر وإذا ما في بتبصر ما في أهداف ما في رؤية ما في رسالة ما في ستتحرك للوراء مو كما يقولون مكانك سر بل للوراء وهناك ثلاثة عناصر للتحرك طبعا مبنية على الأهداف التي حددتها في مرحلة التبصر التخطيط والتنفيذ والتقييم طيب دكتورة ماذا يحصل إذا تحركنا بلا تبصر؟ ستصبح كما ذكرت يعني آلة للآخرين يعني ما في عندك ستصبح استجابتك لما يحدث أمامك تلقائية إيش يطلع قدامك؟ تمشي وراء جعت أكلت كلمك أحد قالك تعال أبغاك رحت الزوجة طلبت منك شيء أعطيتها الولد بكي رحت سكته يعني أنت ما عندك ما عندك شيء تعمل آخر يملأ عليك وقتك ولا ينظم علاقاتك بالآخرين وهذا ما هو غلط كثير من الناس عايشين بهذه الطريقة لكن زي ما حنشوف فيما بعد كيف أنه أنت إذا ما تحركت نتيجة التبصر يعني أنت الآن عندك خريطة وعارف إيش تبا تعمل في حياتك ولكن ما تتحرك تتحرك حسب الآخرين أو ما عندك الخريطة هذه هذه كلها تعتبر يعني معوقات للوصول للغاية من حياتك جميل طيب دكتورة في عناصر ثلاثة قضية للتخطيط والتنفيذ والتقييم كذلك هل هي أمور متوالية أم هي أمور متطابقة؟ هي ما هي متطابقة يعني ما هي ماشية مع بعض في خط مستقيم محاذية لبعض تسند بعض لكن خليني أشرحها بطريقة مختلفة خليني أقول أنه التخطيط قد يتبع مسار مختلف في العمل والمهنة عن مسار الحياة الخاصة عن مسار الألاقات عن مسار خطتك في الحياة الاجتماعية عن مسار صحتك خطتك في صحتك طيب ولو أخذنا مسار المهنة أنت تخطط لمهنتك وتنفذ وفي نهاية العام تقيم أو تقيم يقيم أدائك ثم يخطط لك من جديد ثم تنفذ ثم يقيم وهكذا في دائرة محكمة معروفة حول عملية التقييم للمهنة وهي تقريبا أوضح شيء وإذا أنت موظف يعني ما تحتاج حتى تفكر كثير كيف متى حتصير وكيف حتصير المشكلة فين؟ المشكلة في حياتك الخاصة الكثير يهمل التخطيط للعلاقة الزوجية ويهمل التخطيط لتربية الأبناء ويهمل التخطيط للصحة ويهمل التخطيط لتنمية الذات والتطوير العقلي والفكري ويهمل التخطيط للحياة الروحية فإذا يتركها تمشي كما هي يعني كده تلقائيا وغيرك ينفذ ويمشي فلكل جانب من هذه الجوانب دائرة تخطيط تنفيذ ثقيم مختلفة عن الآخر في الحياة الصحية مثلا الدائرة بطيئة الحركة يعني إذا تركتها من غير تخطيط ما هيصير شيء ما انت عايش حتى عايش سنة سنتين تلاتة عشر عشرين تلاتين أربعين في صحة جيدة وماشي لكن اللي حيحصل في نهاية الدائرة هذه البطيئة الحركة ممكن يصير فيه مرض والمرض هذا ممكن يؤدي إلى انقلاب حياتك كلها وهنا تبدأ تصحى وتخطط وتنفذ وتقيم فتبدأ دائرة من جديد في المهنة إذا ما نفذت بطريقة صحيحة حيكون التقييم سيء حتنفصل من عملك فالدائرة قصيرة دائرة التحرك سريعة وقصيرة في العلاقات الدائرة متوسطة يعني إذا عندك طفل الطفل هذا بعد من ولادته إلى أن يترك البيت 18 سنة في 18 سنة هذه عندك عدد من الفرص إنك أنت تحسن هذه العلاقة وتهتم فيها أو تفقدها تماما فهي ما هي أربعين سنة زي دائرة الصحة هي ممكن تكون أقصر العلاقة الزوجية ممكن تكون على أربع خمسة سنوات بعد كده الزوجة ستمشي وتعمل انقلاب عسكري كامل وتمرد وتتدخل الدائرة حقة التحرك حقتها في دائرة المهنة ودائرة الأولاد فتنتكس حياتك كلها فإنك لازم تهتم بالتخطيط والتنفيذ والتقييم مو فقط في المهنة تقائد في منظمة وإنما أيضا في القيادة الذاتية بجميع الجوانبها المختلفة حتى لا ينتكس لأنه أحيانا سيحصل تقاطع لأنه أنت تحتاج الزوجة عشان تدعمك في مسار مهني معين عشان تشيل أنك أو تحتاج زوجها علشان يوقف معها أو هي بتحقق إنجاز معين وهكذا الأبناء يحتاجوك دائما في دوائر متكررة في حياتهم فتتقاطع مع دوائر المهنة مثلا هذا الطفل عنده نشاط في المدرسة وإنت يومها عندك اجتماع في العمل كيف الآن تسوي كيف توفق بين الأثنين هذا يتقاطع كامل فلابد أنك تكون وضعت في رصيد هذا الطفل القدر الكافي من الحب والإحترام والعلاقة القوية حتى لما يجي هذا الموقف اللي مهنتك تطلبك فيه تقدر تنسحب وما يشعر الطفل أنه أنت خذلته وما تشعر الزوجة أنك أنت خذلت الإبن وهكذا مع الوالدين وهكذا مع المجتمع دوائر كثير فلابد في عملية التخطيط أن تراعي تقاطع هذه الدوائر المختلفة جميل طيب دكتورة حتى لا تحصل هذه الانقلابات أو الانتكاسات ما هي أساسيات للتخطيط؟ لتطلب التخطيط كل ما يسبقه في مرحلة التبصر ألين توصل إلى التنفيذ يعني ألين توصل إلى الأهداف القياسية لما تحط الأهداف القياسية تبدأ تشوف متى حتنفذ كله هدف منها وفي أي مرحلة هنا نيجي إيش؟ للوقت للوقت والزمن والمكان والموارد تدخل في التخطيط اللي هو تقسيم هذه الأهداف وتوزيعها على مرحلة معينة من مراحل حياتك قد تكون سبوع شهر سنة ثلاثة سنوات قد يكون تحت الهدف العام أهداف قياسية وتحت كل هدف قياسي مجموعة من الأهداف الأخرى وتحت كل هدف من هذه الأهداف الصغيرة مجموعة من المهمات التي بتحقيقها عشرين مهمة إذا حققتها تحقق الهدف خلينا مثلا ننظر ببساطة لإجتياز مثلا درجة الماجستير خلينا نقول أنه أنت يابدالعزيز رح سجلت ماجستير وأمامك سنة عشان تنجزه هذا يعتبر هدف عام التفصيلي فيه أنك أنت تنجزه في تاريخ خلينا نقول عشرين عشرين ديسمبر بدرجة مثلا متميز طيب هذا الآن سنة عندك الآن لتحقيق هذا الهدف القياسي إيش هتعمل في هذه السنة فتبدأ تنزل للأهداف التفصيلية القياسية اللي هي جزء من الهدف القياسي الكبير فأحد هذه الأهداف يقول أنك أنت لازم تمضي سبع ساعات في الأسبوع في الدراسة أين كانت هذه الدراسة فكذا هم قالوا في المنهج أنه إذا أنت ملتحق بهذا البرنامج تحتاج تمضي سبع ساعات دراسة مركزة فتيجي أنت تأخذ سبع الساعات هذه حقة الأسبوع توزيعها على ساعة كل يوم فتشوف تفكر أية أفضل ساعة ممكن أقوم فيها بهذه الدراسة تقرر من خلال معرفتك بنفسك أنه ساعة الفجر هذه اللي هي قبل ما تخرج للعمل هي أفضل ساعة لأنه كل الناس نائمين وإنت ذهنك صافي فتقول أنا حصحة كل يوم الساعة أربعة أربعة ونصحة بدأ الدراسة خمسة ونصحة قفل خلاص وتحط الخطة هذه يجي هنا بقى إيش بعد التخطيط التنفيذ خطط خلاص الآن وحطيتها وربطتها في الكالندر حقك وقفلت فيها الجوال وكل شي خلاص يعني الآن حتى فيه منبه لهذا الهدف خلاص الآن أنت خطط انتهى ما تحتاج سوي أكتر هذا التخطيط طيب أحيانا الدكتورة مثل ما يقولون المصريين الخطة ما تخرش المية لكن وقت التنفيذ كل شي يصبح يعني مختلف تماما عن ما خطط له لماذا يفشل التنفيذ يدك جرس الساعة أول يوم في رحلتك حقة الماجستير وتقوم تصلي لأنك أنت متعود على الصلاة وكل شي خلني نقول ما حتضيق صلاتك بس بعد الصلاة تقول لي نرسك عندي وقت اليوم أنا تعبان وعندي مشروع في الأعمل لازم أسلم وخليني أخذ لي ساعة النوم هذه عشان أقوم نشيط وبك رح أسوي ساعتين بدل الساعة حصحة بدل وتنام طيب اليوم اللي بعده ساعتين نفعنا أجيب الوقت اليوم أنا لازم أروح للشغل بدري ساعة الساعتين كم؟ ثلاثة طيب فإنت هنا قاعد تسوف عندك عادة التسوف هنا هذه العادة ناخدها ونفككها حنلاقي أحد اثنين يا إما أنك أنت خطتك كانت غير واقعية أنه هذا الوقت ما هو الوقت المناسب وأنك تحتاج كل ساعة نوم بتنامها إذا نغير الوقت هنا دخلنا في التقييم أو أنك أنت عندك مشكلة أخرى هي أنك أنت تخاف من مواجهة الخوف من مواجهة الدراسة عندك رابط سلبي مع الدراسة كل ما تفتح كتاب تدرس تيجي عندك مشاعر انقباط داخلي وبعدين في الأخير بعد مرور أسبوع أسبوعين من الفشل في التنفيذ تتصل علي تقولي الدكتورة أنا مو عارف إيش المشكلة يعني هذا أنسى بوقت بس أصحى وأجلس أفتح الكمبيوتر وأفتح الكتاب ويجيني كده انقباط داخلي وألاقي نفسي بسوي كل شيء إلا الدراسة إيش أعمل؟ أجي أنا أستكشف معاك هذا الشعور الداخلي اللي يمنعك ألاقي عندك رابط سلبي من الطفولة بموضوع الدراسة يمنعك أنك أنت تركز هنا يدخل إيش؟ مرحلة التحرر نرجع مرة تانية للخواطر والمشاعر السلبية والسلوكيات المعرقلة طبعا أنا نديكيه ببساطة كده لأن إحنا اخترنا الآن هدف قياسي بسيط لكن في أشياء أعمق في أشياء لها علاقة بالمقدر على التعبير على الذات المقدر على الإلقاء في أشياء لها علاقة بالمساهمة الاجتماعية في عراقيل كثير عندنا في حياتنا فتحتاج أنك أنت تقف وترجع مرة تانية لمرحلة التحرر قبل ما تحدد هدف يتطلب التزامك الكامل في التحرك طبعا في مرحلة لازم أقول حاجة هنا في مرحلة التحرر مو بس يعني نفكك هذه الروابط السلبية والمخاوف والقلق والأشياء دي احنا كمان نصنع ما أسميه بالتفكير الإختياري والتفكير الإختياري هو المساحة بين المحفز كلنا عارفين دحين إش المحفز ممكن يكون شعور داخلي وممكن يكون خارجي طيب بين المحفز اللي خلاك تشعر بهذا الشعور وبين الاستجابة هنا في مساحة في هذه المساحة الله سبحانه وتعالى أعطاك أربع مقدرات قد تتحول إلى ملكات إذا أنت أتقنتها الوعي بالشعور والفكرة التخيل للنتائج التمييز بين الخيارات المتاحة والاختيار للخيار الصحيح وقوة الإرادة هذه الأربع نشتغل عليها في مرحة التحرر ننميها عشان المساحة دي بين المحفز اللي يقول لك لا روح نام عندك لسه وقت بكرة تلحق والاستجابة أنك أنت تروح تنام تصير المساحة دي واسعة وصير في عندك اختيار للاستجابة بذلك الاستجابة ما تصير تلقائية وتقفل جرس الساعة وتنام تصير الاستجابة اختيار وليست آلة تتحرك بالرموت احنا نقولها رموت كنترول ضغط طخ تحركت لا أنا حوقف وحفكر لما أزعل ما حصرخ ما حخرج من المكان ما حسكت السكوت داك الصمت اللي عاقل فيه الآخرين أنا حوقف وأخذ نفس وأفكر في الخيارات المتاحة أمامي واختار الخيار اللي يجيب أفضل النتائج ويأخذ الموضوع ستة ثواني ستة ثواني إذا دربت نفسك تدريب قوي جميل طيب دكتور أخيرا عندنا موضوع التقييم التقييم كيف يحدث ومتى يحدث طبعا لما يحدث نجاح أو فشل في كل الأحوال أو إنك أنت تضأ التقييم تأمل موعد تقييمي يعني مو شرط إنك أنت نجحت أو فشلت حتى تأمل التقييم أنت تضع موعد تقييمي شهري موعد تقييمي أسبوعي لمهمات وأهداف الأسبوع موعد تقييمي شهري لمهمات وأهداف الشهر موعد تقييمي ربع سنوي وموعد تقييمي سنوي ترى أنا أتكلم أنا للحياة الخاصة الآن القيادة الذاتية أنا ما أتكلم عن تنظيم ولا وظيفة أنا أتكلم عن نفسك مع نفسك يعني البعض قد يستغرب يقول كيف أسوي شيء زي كده مع نفسي أقول لك نعم التقييم أنك تعمل موعد أسبوعي مع نفسك تجلس فيه لمدة ساعة تنظر كيف أسبوعي مر وكيف أبغى الأسبوع الجاي يعدي وإيش فيه أشياء ما قدرت أعملها وليش إيش السبب ما هي العراقيل هل هي شخصية داخلية أحتاج إلى تحرر أو هي خارجية أحتاج إلى إعادة ترتيب طريقة تنفيذ الأهداف ما هي واقعية ما هي مقسمة بشكل صحيح الهدف كبير يبغى له تفصل أكتر ويصير مهمات أصغر وأصغر أو شهري مرة في الشهر بجلس ساعة مع نفسي أو ساعتين أو مرة كل ثلاثة أربع شهور أو سنوي أو كلها يعتمد أنت إنسان عندك كثير تنجزه لأنه إذا أنت نجحت مع نفسك في جانب عندك أفكار وعندك مشاريع وعندك تطلعات فلابد أنك أنت تكون أنت منظمة بذاتك الآن التقييم هو أن تنظر في خطتك العامة في مرحلة التبصر ترجع للتبصر وتنظر نظرة سقورية نظرة الصقر من مكان مرتفع اللي ترى الموقع قبل أن تسقط لتنفذ خطتك ترى الموقع اللي حتنزل فيه بس تشوفه من فوق وعندك حدة بصر وبصيرة تسمح لك بتقييم حياتك في تلك اللحظة بالنسبة لرؤيتك رسالتك أهدافك العامة وأهدافك التفصيلية وترجع مرة تانية للتحرك فالتقييم هو جزء منه مقارنة وتحليل وتفكيك وتفكير وتأمل وجزء منه تبصر لأنه ممكن أكتشف أنه خطتي ما هي محاذية لرؤيتي وأنه أنا انحرفت فيها فأرجع مرة تانية للتبصر عشان أربط الرؤية بالخطة جميل إذن الموعد التقييمي اليومي والشهري والأسبوعي هذا على المستوى الشخصي أما على مستوى البرنامج فهو وصل إلى الموعد في نهاية الحلقة نعم أنا أشكر كل الشكر الدكتورة غادة طلال العنقاوي على وقتك الثمين وأنتقيك في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى وشكر موصول لكم أنتم أيضا مستمعين الكرام أينما كنتم وأيضا ننوه في ختام الحلقة إلى أنكم مستمعين الكرام بإمكانكم أن تتواصلوا بشكل مباشر مع الدكتورة غادة لطرح الأسئلة والتعليق على هذه الحلقة والحلقات السابقة من خلال موقع البودكاست الخاص وهو newcharismaticleader.com والموقع أيضا موجود في وصف هذه الحلقة في الختام تقبلوا أطيب التحايا مني أنا محدثكم عبد العزيز الحجي نلتقيكم في الحلقة القادمة على خير إلى ذلك الحين دمتم في رعاية الله وحفظه وإلى اللقاء استمعتم للدكتورة غادة العنقاوي تتحدث عن قيادة المنظمات وفرق العمل في بودكاست القيادة إلى أن نلقاكم مجددا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر